سيدس محمود برضو نفس الكلام أهم حاجة لأنه إحنا دائماً ما نبحث عن العدالة التحكمية ولكن قبل ما تبحث عن العدالة التحكمية وفر للحكم ما يريده طبعاً لا ده كلام غريب جداً يا خبت الإسلام أنك تطلع توليه قبل بداية الموسم نحن خلاص ندي الحكام مستحقتهم مستحقتهم القديمة آه مستحقتهم القديمة ده في حد ذاتها كرسة ليه بقى أنت أردتك اتحاد كورة عملاً احترافياً نعم فاستعنت بخبير أجنبي سيتقاضى شهرياً مليون جنيه أنا أعتقد راتبه 25 ألف دولار قولي هتعمل في إيه فراتب؟ هتقدر مع كراتين بيرج تأخر راتبه هو بيأخذ مليون جنيه في الشهر؟ أعتقده من أقولك 25 ألف دولار زي ما هم أعلنوا 25 ألف دولار يبقى مش مليون جنيه؟ مليون جنيه؟ لا 25 ألف دولار يعني أكتر 20 في 20 لا يعني 500 ألف جنيه؟ ليه؟ لا احسب في 20 في 20 يبقى مليون 20 في 20 لا 20 في 20 لا 500 ألف جنيه كبسا 500 ألف جنيه ده مرتبات المضاعم المجموعة كلها يعني على مدار الحدوت أصدق أن المرتب كبير المرتب كبير طبعا المرتب كبير ده مش مشكلتي أنت جبته عندك أن الراجل يطور لابد تتضلو أعتقد الراجل نقل للرئيس الاتحاد الكورة وعضاء المجلس المشاكل اللي اشتكوا من خلال الحكام في الكلام يعني كلموه على نقص في الأدوات كلموه على مشاكل السماعات كلموه على مشاكل الرواتب وتأخرة على الحوافز على الضورات التدريبية على علاج الأخطاء على يعني العلاج الشخصي كل الكلام دي على فكرة تم المنقشة فيها يا كابتن فأنت هذا الخبر خبر متكرم ده ممكن نجي بدر شوية نحن دائما بنسمعه بعد موضية 10-12 أسبوع أو نصف أسبوع وقالت حاجة وصل في 6 مليون جنيه مستحقات حكام متأخرة من الموصب الماضي من هم بيشتغلوا إزاي صحيح والحكة أبدأ عنده مسئولياته عنده يا عما هم تعملين تدفع عن الحكام بقى تلاقي نفسك لك دوقتي إيه وانت عما هم تدفع عن الحكام وتقولوا كذا أيو يا جماعة ما هم ما عايزين الوضع يبقى كويس عايزين فضل الوضع يبقى كويس عايزين العدلة التحكماني الجديد يا عما أنت معتمد على أنه هم بينتموا أصلا لمؤسسات بيعملوا فيها بتقادر واتبهم والتحكيم عمل إضافي هو ده الغالب قال بالغلبية جزء معرفين تبع شركات بترول وجزء تبع مش عارف إيه أنا مش هنتكلم في الموضوع ده أنا دي مسائل بيحكمها ضمير وبتحكمها أمور تانية حانا مش هندخل فيها لكن عايز أقول لك المفروض مدام أنت وضعت رجلك على الخطوة الأساسية والرئيسية ما كان يجب عليك أن تنتظر حتى تبدأ انطلاق الموسم كان بمجرد انتهاء الموسم الماضي في ثلاثين ثمانية تقول في اختنوة جماعة وخلاص احنا قررنا صرف كل مستحقات الحكام المتأخرة واننا احنا كمان هنعمل نظام مختلف في الموسم الجديد انه يبقى عندنا شكل مختلف بعد اتفاق مع كلتنبرج على حاجات كثيرة جدا هنطور وهنعمل واحد اتنين تلات اربعة ما تبقاش الحاجات دي من الغيبيات وما حدش عرفها عشان الحكام يتقول لك يا الله انت بتقول ليه في الكلام وهنسمع من الحكام يقول لك اننا احنا ايه ما خدناش ما ده الكلام ده في حد ذاته وفي المتأخرة برضو وبعدين خلي بالكابتن ما عليش اقاط على كلام حضرتها الاندية عليها ان هي بداية الموسم زي ما قلنا وانطور تضع قيمة ايه قيمة المادية اللي بتتفعها لسلمة للتحاد الكورة برضو دي حاجة غريبة برضو على فكرة المفروض التحاد الكورة اصلا بيدفع الكلام ده من عنده خصما خصما اذا كانت للاندية مستحقات فاعتقد ان الامور يعني الامور ايه عاوز اقول لك على المستوى ان انت اردت ان تبحث عن تطوير وتغيير عليك ايضا ان تحافظ على كرامة الحكام وكرامة الحكام يبدأ ان نمر واحد من وجهة نظري هي المحافظة على انهم يتقادوا رواتبهم في مواعيد محددة لا تؤجل الا اذا كانت تحاد الكورة اعتمن على انهم اصلا يعملون وتقادوا رواتبهم من اماكن دي وظيفة تانية دي حاجة تانية مختلفة وبقول له استنى لما ايه تفرج ان شاء الله انه بقى لديك ايه لا لا حقك الكلام ده في منطقة وضورة يا كابتي لانه اتقال لك ايه كان زمان الحكام بيخلص يلبقى اداري صاحب الارض الاداري الفريق صاحب الارض وهو منتظر بيدي له الظرف المفهول والتفضل مش ده كان البحثة الاول ده كان البحثة الاول على الفكرة بعد كده فترة الأخيرة عليك لا لازم فلوس توضع في التحادل الكورة والتحادل الكورة هو بالمسؤول عن ايه عن المقادلات منعا للقيل والقلو وده الافضل انك انت ايه بتخسر مثلا كل نادي لي 15 مباراة على ملعبه لهكذا وليهكذا المفروض الحاجات دي حاجات واضحة مش بحتاجة يا كابتن انك انت تنزل تقالي تقول ايه وقررنا صرف الماضي طب والجديد اللي هيبدأ بعد بكرة هتصرفه امتى طب والحالات التانية سنة اللي بعدية ان شاء الله وانا بقولك اه فعاوز اقولك يعني ايه انت استعادت بخابير اجنبي والخابير اجنبي يعاوز اطور على المستوى الفني لابد ان يتبعه بالتدريج تطوير لحماية التحكيم عندك على المستوى الاداري بحمايته بايه بالمنظومة ان انت عاملها محدش يدخل محدش اقرب اللي بيدفع الفلوس دي والمرتب دي جابع ده التحادل الكورة يدفعها ازاي انت بلكش دعوة لكن انت ما تدخلش الاندية طرف وديك تقولي لا يا فلان عليك فلان ادفع مش عارف ايه اول اندية التانية مش تدر تدفع المبالغ دي فيها اندية مش تدر تدفع لك الفلوس دي هتقوله انا عملها خاصة من اذا كان ليه مستحقات عندي او كلام ما فيش الكلام ده لا المفروض الكلام ده يبقى واضح ومحدد واعتقد انه سيكون موسم مشتعل موسم مسير محتاج من دلوقتي وضوح الرؤية فيه وخاصة لابد من حماية التحكيم ايوه وان بصورة واضحة لا تقبل النيل منه ولابد ان توضع لائحة قوية جدا وتنفذ لائحة اللي يرد تطبيقها كلتنبرج من في اتجاه تصريحات المسؤولين الاداريين المديرين الفنين اللاعبين رؤساء الاندية تجاه التحكيم لابد هيكون فيها عقاب لابد ان يطبق هذا الكلام لابد هيكون فيها خصومات لابد ان يكون فيها موقف واضح واذا لم يتم حماية التحكيم بالصورة المطلوبة هتكون فيه مشكلة كبيرة في المسلمين